نادي الأهلي بنقول تاريخ وقيم ومبادئ وعدات وتقاليد وإحنا دايماً كل أجياله كل أجياله بتتورس الحاجات دي لكن في حاجات تانية بتتورس برضو لازم تكون متؤجدة فيك لازم تتغير لما كان الواحد بيبقى عامل ماتش وحش أو خسران ماتش أو خسران بطولة كان يبقى حزين جداً 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 ومش الحزن إن أنت إن أنا مكشر مثلاً لا أنا ممكن أنزل الشارع وأعمل نفسي مكشر ما كناش نقدر نطلع من بيوتنا ما كناش نقدر نطلع من بيوتنا إلا لو في حاجة طرقة يعني لو في حاجة استثنائية لازم أطلع لها ولكن الحزن بين عليك الظروف الصعبة بين عليك اللي إحنا بنعاد اللي إحنا ماشيين فيه السكة الصعبة بتاعتنا خسرانين ماتش خسرانين بطولة الفترة صعبة جداً لا ما بتقدرش ولا تفتح بؤك ولا تتكلم ولا تبتسم وبتبقى عكنانة حتى على اللي في البيت نفسه هو دا لعيب النادي الأهلي أنت حياتك مرضبطة بالنادي الأهلي معليش أنت حياتك مرضبطة بالنادي الأهلي ما فيش عندنا ما بنفصلش كل لعيب تنادي الأهلي كده على فكرة ما بنفصلش لما النادي الأهلي بيكسب وبيعمل ماتش كويس وأنا عامل ماتش كويس ببقى سعيد جداً والسعادة دي بتتواصل معايا في البيت أما العكس هو اللي بيحصل طول عمرنا كده اسألوا لعيب تنادي الأهلي كله على مدار الأجياء خسرنا عكننا على الكل حزن عام على الكل خسرنا بطولة بيبقى يعني زي ما يكون يعني متلي ميت هو لعيب تنادي الأهلي كده حتى جمهور النادي الأهلي نفس اللي هو أصلاً ما عندوش مصلحة في حاجة خالص غير إنه بيحب النادي الأهلي بس الجمهور ده لما بيحصل حاجة للنادي الأهلي بيبقى حزن عام بيبقى يوم من أسوأ أيام حياته لو حصل أي حاجة للنادي الأهلي انت كلاعيب نادي أهلي لازم تبقى كده أنا بقولك كده علشان أنا بحبك أنت أخي لي أنا أب ليك بحكم السن إزاي ملتب لكده بحكم انتماءنا للنادي الأهلي بحكم حبنا للنادي الأهلي لازم أجي على نفسي في حاجات كتير لازم أجي على نفسي في حاجات كتير أنت ده أنت أحلى حاجة أحلى حاجة في الدنيا أنتماءك للنادي الأهلي هتعرف الكلام ده بعد كده عشان ما تندمش عليه أنا بقولك الكلام ده دلوقتي أنت دلوقتي فأحلى فترات عمرك أحلى فترات حياتك أنتماءك للنادي الأهلي لما تنتمي للنادي الأهلي فكرك لازم يتغير لازم تتغير ما ينفعش ما ينفعش فأنا خسران ماتس أو خسران بطولة وتاني يوم أبتسم وتاني يوم كأن ما فيش مشكلة إيه المشكلة يعني يا بطولة راحت ما صح بطولة راحت ومش هتأثر على نادي الأهلي الكبير إنما تفرق معاك إنت تفرق معاك إنت اسمعوا كلامي بدل ما يجي يوم تندم على الفترة دي تندم إنك أسرت في الفترة دي لازم تبقى أنت على قد المسئولية لازم تبقى أنت على قد المسئولية وإنت أكيد على قد المسئولية ولكن في تغييرات بسيطة لازم تتغير في فكرك لازم لازم تتغير في أسلوبك في أسلوب تعاملك مع الموقف يعني وبعض اللعيبة مش حاسة بالموقف اللي إحنا فيه الموقف بصفة عامة مش حاسة به لأ لازم يكون فيه وقفة واثنين وثلاثة وبعدين أنا بتكلم بصفتي مشجع لكم صفتي بحبكم بصفتنا منتمين لأعظم نادي في الكون ترجمة نانسي قنقر